الله الرحمن الرحيم كيف حالكم يا سادس؟ سنأخذ اليوم درس بعنوان من علامات الترقيم من علامات الترقيم أول علامة من علامات الترقيم سنتعرف عليها النقطة وتم أخذ هذا الدرس في الصف وتلخيصه على الدفتر سنراجع اليوم أول علامة من علامات الترقيم وهي النقطة وتحدثنا بأن النقطة توضع أين يا سادس أين يا أبطال من يتذكر ما هو موقع النقطة النقطة توضع بعد الانتهاء من الكلام بعد أن ينتهي المتحدث أو المتكلم من إيصال الفكرة المراد إيصالها للسامع نضع نقطة إذن النقطة شو تعرفها يا ميس؟ هي علامة من علامات الترقيم وتوضع بعد الانتهاء من الكلام ورسمها يكون هكذا نقطة الجميع يعرف ما هي النقطة إذن توضع النقطة بعد الانتهاء من الكلام مثل قال المعلم التزم الهدوء نضع نقطة إذن قال المعلم التزم الهدوء وضعنا نقطة وأنهى المعلم ما يريد إيصاله للطلبة التزم الهدوء وضعنا نقطة إذن النقطة هي علامة من علامات الترقيم توضع بعد الانتهاء من الكلام ورسمها يكون على الشكل الآتي مثال إنه قال المعلم التزم الهدوء نقول كمان مثال قطف الفلاح الحقلة أنهينا الكلام نضع نقطة هاي أول علامة من علامات الترقيم ثاني علامة من علامات الترقيم النقطتان الرأسيتان النقطتان الرأسيتان وهما تكونان على الرسم الآتي نقطتان فوق بعضهما البعض أين يكون موقع النقطتان الرأسيتان يا سادس؟ من يتذكر؟ من البطل الذي يقول لي أين نضع النقطتان الرئيستين؟ توضع النقطتان الرئيسيتان أين؟ بعد جملة مقول القول حكيتولي حتى يوميت إيش مثل مقول القول؟ بحكيلك بعد الفعل قال بعد الفعل قال نضع علامة هاي النقطتان الرأسيتان بعد جملة مقول القول بعد جملة مقول القول هاي قال المعلم قال المدير قال الطالب قال أبي قال جدي هاي اسمها جملة مقول القول قال نضع بعدها نقطتان رأسيتان وأيضا لها موقع آخر وهي قبل التعداد قبل التعداد حكاة قبل ما نعدد الشيء احنا بنعرف على الشيء قبل ما نعدد أركانه مثلا نضع ايش نقطتان رأسيتان مثال مثل ايش عنا يا ميز أركان الإيمان بدي أحكي انا ايش أركان الإيمان بدي أعددهم أضع نقطتان رأسيتان الإيمان بالله وبملائكته وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر خيره وشره إذن الإيمان بالله وبملائكته وبكتبه وإلى آخر التعداد إذن وضعنا قبل التعداد نقطتان رأسيتان أو رأسيتان ووضعنا بعد جملة مقول القول بعد جملة مقول القول هنا بنعدد أركان الإيمان قبل ما أعدد أركان الإيمان أضع نقطتان رأسيتان الإيمان بالله وبملائكته وبكتبه وبرسله وإلى آخر التعداد هاي النقطتان الرأسيتان الآن ننطلق إلى علامة علامة الاستفهام علامة الاستفهام كيف يكون شكل علامة الاستفهام الجميع يعرفها لكن أشي الاستفهام هو أسلوب أو توضع بعد توضع بعد أسلوب الاستفسار عن شيء إذن علامة الاستفهام يامس توضع بعد أسلوب عن الاستفسار عن شيء إذن إحنا عنا الاستفسار هو الاستفهام هو أصلا استفسار عن شيء أنا لما بدي أستفهم أو بدي أسأل عن شيء بس تفسر عن شيء إذن علامة الاستفهام توضع بعد أسلوب الاستفسار عن شيء ويكون رسمها هكذا هذا هو الرسم لعلامة الاستفهام إذن علامة الاستفهام توضع بعد أسلوب الاستفسار عن شيء ويكون رسمها بالشكل الآتي نقول كيف يكون استعدادك للامتحان الآن لم أحكي كيف يكون استعدادك للامتحان وبسكت من دون علامة استفسار أو استفهام لا يجوز أولا شأن أداة الاستفهام نستخدم أداة الاستفهام كيف هل ماذا متى أين من هاي أدوات الاستفهام وعلامة الاستفهام مهم جدا يا سادس مهم جدا يا سادس إذن بعد الانتهاء من أسلوب الاستفهام يجب وضع علامة الاستفهام إذن علامة الاستفهام على هذا الرسم تكون ويكون مستخدمين أداة استفهام أول السؤال كيف ماذا من متى أين هل أ عندنا أ كمان أداة استفهام يا سادس إذن علامة الاستفهام توضع بعد أسلوب الاستفسار عن شيء القول زي قال المعلم قال جدي أضع قبل ما يقول علامة النقطتان الرأسيتان وأيضا توضع النقطتان الرأسيتان قبل التعداد قبل التعداد قبل ما أعدت شيء بحكي أركان الإيمان الإيمان بالله وبملائكته وبكتبه وبرسله وتكملة التعداد وعندنا آخر شيء علامة الاستفهام الاستفهام يعني الاستفسار عن شيء أنا ما بعرفه مبهم الاستفسار عن شيء مبهم يكون إذن توضع علامة الاستفهام بعد أسلوب الاستفسار عن شيء ويكون رسمها بالشكل الآتي ونستخدم في الأسلوب الاستفهام أدوات الاستفهام كيف من ماذا متى هل أين أ ونضع آخر اسلوب الاستفهام علامة الاستفهام على النحو الآتي هكذا قمنا بمراجعات من علامات الترقيم النقطة والنقطتان الرأسيتان وعلامة الاستفهام إن شاء الله سأواتيكم بأمثلة وبتدريب لوضع علامات الترقيم المناسبة ويوفقكم الله